صهار والقصة هي أخدت شكل صعب جداً دلوقتي في مجتمعنا وزي ما قلت كده الأبعاد صعب على الكل إيه اللي بيوصلنا للمرحلة دي؟ إن أنا أهدد الطرف الثاني بأي تهديد ومنه طبعاً الطلاق وما يستدبعه بقى من المشكلات ففي حد بيقول أنا مش هقدر على الكلام ده وحد تاني يقول أنا حاودين بقى المحاكم وآمدها طويل والكلام ده كله وشغل المحاميين بيشتغلوا والكلام بقى اللي حركة عالفا اللي بيوصلنا للمرحلة دي؟ هو إحنا بصف عاما عندنا أزمة في العلاقات كلها يعني حتى العلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية يعني عندنا أزمة مجتمعية شوية في أن إحنا محتاجين نعيد بناء علاقاتنا ونعيد تحسين وتهذيب علاقاتنا علشان تبقى أكثر القيم من كده التهديد بالطلاق دي حاجة من الحاجات سواء من الراجل أو من الست على فكرة هو أقيد بتحصل من الست حاجة سيئة جداً وحاجة بتكسر العلاقة لأن الجواز حاجة مبنية على الاستقرار حاجة مبنية أن إحنا هنكمل حياتنا مع بعض وأن إحنا يعني مبنية على الأمان والأمان دي حاجة متطلب رئيسي لنجاح أي علاقة وخصوصاً للزواج لأن أنا أنا مش حاسة بالأمان إزاي هقدر أبني؟ إزاي هستثمر في نفسي؟ هدي وقت وهدي حب وهدي حياة؟ لو أنت طول الوقت بتهددني أنك أطلق أو التهديدات بقى بتاعت أنا هتجاوز واحدة تانية فأنت بتحطيه في وضع أنا بتهز فيه بحس أن لا أنت أنا مش هدي بقى لأن أنا ممكن أخرج بره في أي وقت فده بيبقى نابع عن عدم ثقة بالنفس رهيبة لأنه هو بيحاول الطرف اللي بيهدد سواء راجل أو ست حاسس طول الوقت أنه هو مش مسيطر مش مالك الموضوع أنا مش مالي مركزي فأنا محتاجة طول الوقت أهدد وخوف الطرف الثاني علشان أقدر أنا أبقى مالك الموضوع ده مش دليل قوة يعني ده بالعكس دليل ضعف دليل ضعف جديد أول قوي مش محتاج يعمل أي مجهود هو قوي وحاسس ومستقر وواصق والحياة كويسة بالعكس القوي بيطمن أكتر وبيرايح أكتر لأنه هو واصق من نفسه إنما الأشخاص المهزوزين سواء بردو رجالة أو ستات بيمارسوا بقى حاجات تهديدات كتيرة جدا 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 لغاية التلاع